السلام عليكم شني حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير سانا حنقص بالصوت السلام عليكم مرة اخرى ومرحبا بكم ومرحبا باللي بش يخلطلوا الفيديو بعد وباللي يتفرش دو وخيطكم متلكمتة في بطنية كي مبرشة ناس برد مانيش عارفة انا راني دي كونكتيج مازالوا بايتين في القبة ولا لا مازالوا قاعدين غادي ولا روحوا واللي وين وصلت هالحكاية تحل السيطار ولا ما تحلش تنظمت الامور ولا ما تنظمتش ما عندي حتى فكرة هاني نتبع من بعيد لبعيد وكهو فما نقطة التقاءة وحيدة وهي البطنية معناها هيا سيدي ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله ديما ملمومين في الخير عملت اللايف هذية لانه عندي سؤال نحب نطرحه للجماعة اللي مفجوعين ويو سيدي عشية كاملة والفيسبوك تقريبا هو ما من بلغش ما برشا صفحات معناها تحكي عليا ودي كونت هكا برسونيل منهم واحدة معناها قتلتني بالضحك عملتلي تدوينات قسما بالله العظيم تقتل بالضحك اللي ضحكني والحاجة قتلك عربية احذروا عربية راهي تعمل في اللايفات خاطر تاخد في برشا فلوس من اليوتيوب يا شسمك يا شسمك راني نعمل في اللايف في الفيسبوك راني نعمل في اللايف في الفيسبوك راني نفهمة ديباج هم اللي قاعدين يهزولي في الفيديوهات متاعي ويقصوا فيهم ويهبطوهم في الصفحات في الليشين يوتيوب متاحهم وهم اللي ياخدو في الفلوس وراسو خيتي عندي ساقشين يوتيوب من بعد الحلقة الثانية من للحقيقة تيوجوهن اخرى اختك ما هبطت شيء وما اخذيت دينار وما يسالش كام بعثوليته ونقسم انا وياك يا خيباغطيني وخيتي ايش بيك يا عمليكي مجارك ولا حولي باب دارك استرزقي انت زادو خيتي وعملي شوينة انتو يوبية واسترزقي يا شسمك الاخرة التدوينة الاخرة قتلكم احذروا عربية راهي عملت هدي طلعتان اللي انا طلعت البعزيزي اللي يا رحمه ويغفرله قتلك عربية راهي دخلت الدنيا بعضها في الثورة وطود حب تدخلها بعضها كي جالت نظام رئاسي يا شسمك كان عندك قدرة بري طبقه بري يشكي يا جماعة بري وشكو بري وشكو تيشبيكم اذا عام كان في الفيسبوك وكو في التدوينات ودي فو بروفيل واحدة اسمها وردة وهي ما جاتش حتى بوغوريس تعرفوا البوغوريس يا والله ما سخرة اي نظام رئاسي انا نهارة الربعة نهارة الربعة بعد ما كملنا سجلنا الحلقة وبعد ما حضرنا معانا بابا لبنات اللي يرحمهم اللي توفوا في الاكسيدان خليني توا بديتها بتفادليكة خلنحكي توا شوية جديدة ما زادة فيها تفادليك لأنه بفعلا كثر الهم يضحك شهبندر جمع شهبندر شنو المهم ايا كل شهبندر حسيلو عمل لك اوخر وقدموها بالتدوينة كان نحن في البلاتو كيف كيف سمع سامير الوافي هو اللي سمع بالخبار الخطر نحن معناش ديزوريات لكرونيكار اللوريات الواحدة موجودة عند الانيماتور اللي هو سامير الوافي هو الواحد اللي مرتبط مباشرة بالكنترول اللي يبلغوه معنتها اول بول فهو كيف قالولو راهي لبنية توفت ولبوه معنا في البلاتو سامير يحكي مع رقوف بن يغلين انا قلت تبيني في الفيديو اللي فات هو مع رقوف بن يغلين خاطر وقته انا مزلت كيرا واحد من الخدمة وعلى اعصابي يسكت فيه بش الراجل يخرج فكان قلنا الاخبار للراجل ونحن في البلاتو وقلنا له راي بنتك الثالثة اللي انت ماشي في بالك موجودة في الانعاش وتستنى فيها شاء الله بيش تجوم راهي توفت راهي نقولينا نفركسوا في البقس وراهي نقولينا نستغلوا في مشاعر الناس وراهي نقولينا عملنا طاولة وكراسي وراهي نقولينا استغلنا احزان لعبات وراهي وتجال فينا اللي ما تجالش كي سمعنا الاخبار الانيماتور سمعنا الاخبار والانيماتور اللي يتحكم في البلاتو والانيماتور اللي طلب من رقوف بن ياغلين انه ما يكلمش الراجل اكثر ويخليه يغادر البلاتو وسمعنا واعلمنا نحن في الوف الفاصل قال لنا راهي بنته الثالثة اتوفت لابكينا ولا عملنا دراما ولا عملنا افلام كي ما عملوا برشا نسخري كان بكينا رانا ولينا نفلموا بينا وعلينا كي شدينا رواحنا ولينا قلوبنا كاسحوا حصيلوا إرضاء الناس يغايتون لا تدرك وبالتالي أعلى 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 خيل عندك انت وانت في المطلق اركبوا برطع آخر همي انتم ناس بالرسمي نحكي على جماعة ذمرة مرضاء عباد مرضاء ويا خويكي انتم مرضاء متمرضونيش معاكم إذا أنتم متقرين وسطحيين وفاشلين في حياتكم وفي ماماتكم حتى في ماماتكم بيش تكونوا فاشلين ساسيسور خاطر بيش تتحاسبوا علي قاعدين تعملوا فيه في الدنيا مثل ما متحزونيش معاكم للهاوية فأنا كيف عملت الفيديو هذاكا من ضمن الكلام اللي قلتوا قلت نظام رئاسي هاكا جملة معنتها قلتها كتبتها تونيفيزيون كتبتها برشة صحة صفحات معنتها تناقلتها رغم أني قلتها في جملة عرضية آيا سيدي هاني عملت لكم الفيديو هذاكا بالذمة بيش نقول أنا عربية حمادي بالصادق مسؤولة على كلامي ومسؤولة على اللي نفكر فيه ومسؤولة على اللي نقول فيه نعم النادي باستفتاء شعبي بعد ما تنتهي المدة القانونية لأنه فما القانون طبعا هو اللي يحكم في الاستفتاء في رئيس الدولة استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم في تونس من برلماني إلى رئاسي مفجوعين من الدكتاتورية ولا أنتم اللي عايشين فيه توا ديمقراطية ولا أنتم اللي عايشين فيه توا حرية ولي عايشين فيه انتم توا مساواة ما بين جميع الطبقات انتم اللي عايشين فيه توا تمييز إيجابي ما بين الجهات انتم اللي عايشين فيه توا خدمة وقدر وكرامة انتم اللي عايشين فيه توا ولي يشوف فيكم العالم انتم يا توانسة يلي عطيتوا درس في الديمقراطية وعطيتوا درس للعالم في انتقال السلطة بكل سلمية من رئيس الرئيس ومن برلمان البرلمان اللي تشوفوا فيه توشنا كيفيانا ريتوني انا توهكا في فيسبوك عملت هيكسبريرا مجمطة في الكوفيرتا العباد يتفرجوا في مجلس النواب امتي انا مجمطين عباد فهم عباد مجمطين في البطاطن راحي البرلمانات الكل في العالم يصير فيه المشاكل وتصير فيه العارق ويصير فيه الضرب والمضروب ويعلى الصوت وفم فم معنتها برلمانات فريمون ادخل عمر رشارش على مشاكل البرلمانات ويتلقى شي عجب اما يباتوا في البرلمان اعتصاما واحتجاجا او سابقة معنتها نحن التوانسة بركلا علينا في السوابق ما يغلبنا حد نظام رئاسي مناش نهاية مناش خايفين خايفين من الدكتاتورية خايفين من نظام الرأي الواحد خايفين ايا ذي اللي واحدة من اللي كتبوا ذو ما قاتلك احذروا عربية راه يبوق من ابواق الاعلام احذري انتي مخك انتي ولي كيفك راه راك يبوق من ابواق الشطاء يا لله انا لاني بوق لا النظام ولا 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 وجاب ربي قلتي ناخذ الفلوس من اليوتيوب ما قلتيش من قطر ولا من الامارات ولا ما وفهم جناح قطر وجناح الامارات انتم ماكن مقسومي اذا انتي مخك فارغ واذا انتي مرعوبة من نظام الرئاسي رفهم حاجات اسمها فهم بارشة انظمة فهم نظام رئاسي موعدل وفهم معناتها النجم وشدوا العصاف النص اما انه يبقى البرلمان بالشكل اللي نحن جاعدين نشوفوا فيه يا عزيزتي راهوا من عمرنا يا مسيو راهوا من مستقبلنا راهوا من مستقبل بلادنا راهي الكوارث اللي جاعدة تصير انت سيادتك مدفي بكانون ولا مدفي ما نعرفش عليك بش مدفي ما في بقلكش لبلاد وين ماشية يا سيد يا محترم راهي فهم قوانين جاعدة تتعدى وفهم قوانين مهياش بش تتعدى وفهم مصالح دولة واقفة في جرة اللي انتم انتخبتوهم لايزي انتخبتو معنتها ناس ممكن يجو كل شي كل شي كل شي الا نواب في مجلس النواب وحملنا وقلنا باسم الديمقراطي وسكتنا لايزي في الانتخابات الرئاسية كنتوا بشتهزونا على الشمس لو للواحد معنتها 26 ولا 29 اسم اترشح وشتتت الاصوات ودخلنا في حيط وقعدنا في اللخر ما بين زوز معنتها الواحد كار عبارة نفس الكار اللي ماتوا فيها الوليدات هذو ما متعمدون راكبين في كار بليش فرانات كانت بش تتجلب بينا في اخر لحظة غير ربي استر مدري كيفاش في جرتنا دعوة خير وسكتنا اي وين تحبوها معناها البلاد توصل بش نكملوا في الوضعية هذي الحكومة راي مش بش تتشكل راهو كان في بيلكم اللي محموها ماسي محمد الجملي بش يشكلها الحكومة راهي ما هيش بش تتشكل وراهو ما هيش بش تاخذ الموافقة في البرلماء وراهو الوضع ماشي للحيط للحيط ش تحبو اخر احنا شعب متع ديمقراطية الديمقراطية عندكم انتم تعرفوا شنية سبان تتيحة قدر هاتك اعراض كلام سفاهة اتهامات بالباطل بوليس يتضرب سيد هبطت ملكار كما بقيل الفيديو اللي يبعثين هولي هبطت ملكار وقال لك مانيش بش نسوق هالكار الا ما يهبط المواطن اللي هو تعارق هو وياه وقف الكار في الشارع وقال لهم مانيش هابط هاي الديمقراطية الديمقراطية انه بو اطبيب في اليرجانس ولا في السبيتار ولا في اللي هو ياكلت ريحة المعلم ياكلت ريحة في المدرسة الاستاذ يتضرب بكف قدامة اللي عمذته في الشارع تتعطل السيركولاسيون تزمر ولا تعمل كلاكسون تسمع ما تكره تمشي للتيران ولا تمشي في الماتشويت تسمع ما تكره هذي هي ديمقراطيتكم راه المسؤولين في السيد طالعين ماكلين هابطين ماكلين ولا على بالهم ولا يعني تونس اخر اهتماماتهم ديمقراطيتكم مذيعة يا بو قلب يا بو قلب مذيعة مسححة في الضفدر وما تخلعش المنبري وما تبركتش الناس في الشارع وما دخلتش مهابتش كراها باللوكاسيون ودارت في الحوم وما صار شي انا هكر قدت وقمت ما لقيت ما نعمل قاعدة في اللونتان بديت نبكي وننوح ونندب في وجه نقول رايتونس قاعدة تتحرق وانا في اللونتان هذا هو اللي صار وليانو نحن الدولة ما فيهاش مؤسسات وما فيهاش مؤسسة عسكرية وما فيهاش مؤسسة امنية وما فيهاش وزارة داخلية يتفرجوا فيها ونرمال تعدت نرمال ينا بيرسو ولا كأنني عم يكب ان شاء الله المخ اللي في روسكو ماذاكا الجماعة ذوما مش تستاهلوا برلمان كيفن هذا تيقاصة من بي رب الكعبة تستاهلوا اتعس من هكا اتعس من هكا لانكم توعساء موذيعة لان فايدة في ذكر الاسماء مناش دا بنعلي يا ابو قلب الفيديو متاحة هاشطولو فلانة لفلانية صفق 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 طلعت صحة حتف الدفدر مناش دا اليوم مناش دا للنهضة اليوم اتدربك واتذغرة للنهضة ومناصري حركة النهضة لانا قاعدين يقولولي عندك مشكلة انتي والنهضة ما عندي حتى مشكلة أنا والنهضة انا اللي عندي مشكلة لمع النهضة لمع المؤتمر لمع عبير موسي مع الكذابة مع جلبين الفيستا بالرسمي مع العباد اللي مش قلبة فيستا قلبة كبوت مناش دا بنعليم صححة واليوم اتدفعة على النهضة واليوم اتسب في عبير موسي واليوم العين الصحيحة يعني انا نعرف كل شي وهي تعرف اني نعرف كل شي وهما يعرفوا اني نعرف كل شي رجعتوها بطلة بمعنى انتم شعب اللي صرفقكم نحكي عالجماعة ذو ما حاشل ما يستاهلش ما يش نحكي عالشعب التونسي لكله هذو ما انتم اللي يعفسكم واللي صرفقكم واللي ما يقولش كلمة الحق تحطوه تيش فوق الرأس لأ النهضة قلتها مليار مرة فيها ناس محلاهم وقادة تبركل عليهم وفيها فاسدين وفيها فاسدين انت معاش بكش كلامي انت حر المؤتمر الدستوري الجلب تونس لأحزاب الكل على نفس المسافة انا اعطيتكم ايجزامبل المرة اللي فاتت في وزيرتي الصحة كنت نهار كامل انا ضدها ومانيش معاها وننقض فيها وصار موقف جدامي انقلته كما هو كما هو كيف ما شفته وقلت راني انا ماني مع حد ضد حد وبالتالي ياللي قاعد تكتب رأيك مش تستاهل نظام هو ذا نظام برلماني اخي هذومة هذومة اللي تشوفوا فاهمة هذومة اللي يدخل للمجلس ويحط لي تاليفونه قدامه ويعمل لايف وهو يتكلم فكالمداخلة متاعه دوتر وامينوت بش يبين للعباد اللي هو تكلم هذا نائب يعني انا طو كان جيت في مجلس النواب نعمل لايف انا اللي زارتيكل اللي يحبتوا عليا في فيسبوك اللي زارتيكل اللي يحبتوا عليا في الجروب متاع مساندة الاستاذ قيسس عيد اللي زارتيكل اللي الفيديو اللي يحبتوا عليا في اليوتيوب هذومة يشدوهم يقصوهم ويعملو لهم ما نبرتاجيهمش انا ما نبرتاجيهمش اتصاور لانا كاذاك ما نبرتاجيهمش لانو مش هذاك الوبجيكتيف متاعي نائب يحط لك لايف يعمل لك فيه لايف في مجلس انت مركز في اللايف ولا مركز مع رئيس المجلس ولا مركز في النقاط اللي انت تحب تقولهم ولا مركز في القانون اللي انت قاعد تناقش فيه ولا فيش مركز بالضبط فيش مركز اذو منتو مخترتو وبالتالي انا العبدالله مع نظام رئاسي ليش لانه وقت اللي تبدأ العائلة العائلة نتعدوا معناه ناخدوا الاكزامبل هذا عندك عائلة فهبو ديكتاتور يدخل يضرب يخرج يضرب يدخل يضرب يخرج يضرب الرحمة لا وقل هو يدخل من البيب الصغار الكل تشد بلايسها تلبط تخاف فما اباءها كف العائلات فما برشة اباء عندهم الكمبورت مو هذي فلولاد مسلبسين يقروا بالوقت يرقدوا بالوقت يقوموا بالوقت كل شي بالوقت لكن امامتو فما الضغط ما يتنفسوش ما يتكلموش ما يتفرجوش في التلفزة ما يمارسوش رياضة هذا مرفوظ فاش عاملت الام يا سيدك يا بن سيدك قاتلك لا انا ما يساعدنيش السيدة ذا اه شني الحل الحل نعيش وخالها فيما ولاها ما عادش البو هذي موجود نطلقوه يمشي على روحه ونعيش انا وولداتي اللي تروح تلافة متاع الصباح اللي تروح سكرانة ولا سكران حشام يسمع اللي يضرب في الزطلة اللي لابسة فوق الركبة اللي زنودها عريانة اللي سرواله مقطعا مفتفة اللي يوشم في ظهره ووشم في خليقته ما عادش ثوابت ما عادش ظوابت يعني يا فورا يا راجل من اللي يقول سي السيد من الباب تلبد الناس الكل يا دار بلايش راجل مش راجل رو نحكي ذاكر يعني بلايش كبير بلايش كبير يتخاف منه وتتعطالوا القيمة والقدر وعيثوا فيها فسادا باسم الديمقراطية يعني يا فورا يا طورا يا طيحة فيما تمورة يا ديكتاتورية ويا تكميم أفواه يا شالخلع نحنا تو في الشالخلع نحنا تو في الشالخلع ماتت أرواح طاحت أرواح حرقوا رواحهم ناس حرقت روحها اعتصامات في الشارع ناس بيتها في الشوارع ناس ما يشلق ياما تاكل ناس قاتلها البرد ناس قاتلها الفقر تووا انتم فقتوا بالفقر انتم تووا فقتوا بعند راهم انتم تووا فقتوا بمهال جذجاذي انتو بتوى شفتو حليمة تعرفوها انتم حليمة في فرنانا ونجي اعلى نقطة ما بين فرنانا وتزاير كي تدخل للحليمة تطلع لك ريزوت زاير توفقتو بيه انتم عندكم اعلام انا كيف تكلمت في الميسيون كي قلت الكلنا مسئولين جريبناك لطريحة من اش اسمه حسن بن عثمان منش خايفين الكلنا مسئولين هاني جاعدا نقول يا بولدي ما تكتبش انت وما تكتبيش انت ما تستاذن بيش يا للا يا سيادة رئيس الجمهوريتي ماني قلتها انا في شمس افاق ماني قلتها جدش من مر ايا والدي اللي اذا انا عندي مسئولية جدا هكا عيطلي نمشي نعدي الحبس نخلص ما عنديش مشكلة بيش تحب تفهم بانا لغة انت تحب تفهم بالشنوى بانا لغة تحب تفهم اللي مركزوا معايا انا ركزوا في بلادك بعثولي تويكة ارتيكل اسوقوه بي بي حذر على خاطر ارتيكل بان بعثولي دي زامي ناثق فيها مبيانسور ماريتوش في بلاسا معنتها نشوف هكا في ديباج ينشروا فيه انه فم امرأة اسمها اميرة البحري دكتور طبيبة السيدة اميرة البحري تونسية مقيمة في سويسرا لمت مساعدات طبية وقفو لها في الديوانة يوقفو في الديوانة ما نجمش تخرجهم الديوانة وين نارجعو نارجعو لكلام الاستاذ قيس سعيد مع حفظ الالقاب سي قيس رئيس الجمهورية على الرأس والعين وما ناش مختلفين وقت اللي يجال في الاكسيدان ليزام بيلانس ما يتعدوش في الديوانة والدراج يتعدى ولهنا ما جالش الجملة وجفة هنا لانه الاعلام وجفة هنا في ويلون للمصلين قال الغلطة عند المشرع المشرع يتحمل مسئوليته هذه ما تجالش في الاعلام المشرع يتحمل مسئوليته شكونوا المشرع اكل شوفوا فاهم بيتين بالبطاطين اكل يشوفوا فاهم تاخذ نقطة نظام يا اخي انتم تقول كلكم تدافعوا على الكسي كسي وجايين ضد موسي الزوس كيف كيف الزوس كيف كيف اعجبكم ولا معجبكم مش تسبوني ولا تشكروني تحط اسمايل ولا تغضب ولا تعمل اللي تحب الزوس كيف كيف العنصرية ضد العنصرية وهبط لكم ارتيك تدوينها من 2017 انا مهبطتها وقلت نتمنى نشوف وزير وأنتر بارانتايز راي كلمة اسود البشرة مش اشتيمش نوع اسمر انا ثامرة بلك شوف فيها بيض وعيني زرق انا ثامرة اسود البشرة بليل اسود البشرة راي مش سبك كلمة اسود البشرة كان عند المعاقدين وفما اسفر البشرة بشرة سفراء وفما بشرة بيضاء وفما بشرة سمراء وفما بشرة سوداء ليش الكلمة معناها فما برشح حطو لي التعليقات هكي تلعتي كيف هم انت زادة حتى بشرة سوداء كي انت ب ب ب ب ب ب اه انت اه انت ما عندكش علم راي كلمة عربية فصحى قح ما فاه حتى غلطة هكيك توصف وما هيش سابا وذاك هو الصحيح فانا ضد العنصرية طولوا عرضوا العنصرية مش عنصرية تلوان فقطره عنصرية لهجة يا ما تتسبيت انا بلهجتي عنصرية لون عنصرية جيهة عنصر يايييييه وكانك انا على انواع العنصرية يا ما فانا ضد شكل ال اشكال العنصرية وضد اللي تتسبت بيه نايبل اكسيكسي في الفايسبوك ضدو على طول الخط لكن اللي يذاقل كيف كيف اللي يرا بل positive اخذها نقطة نظام باش تقول على زميلة عندها زميلتها غصب عليها نائبة اختارها الشعب اختارها جزء من الشعب كيف كيف الزوز كيف كيف باش تقول باندية وكلوشارات فالإعلام التونسي المحترم على شنية مركز مركز على عبير موسي الباندية الكلوشارة اللي اقتحمت المجلس اللي منعت رئيس المجلس من انه يدخل للمجلس عرفتو كلكيل بالمكيالين اللي دي ما نحكي عليه اكل عين شافت وعين ما شافتش كذابة انتو متحبوش كون يقول كلمة الحق عبير موسي ارجعوا بالتوالي ايام الانتخابات انا اللي سميتها الزغرات وانا اللي قلت لها كل برنوس الاحمر اللي لابستيها نوم فيديوهاتي موجودين في قوت في جويلة وفي قوت يعني اليوم راني مانيش ندافع على عبير موسي لكن نقول فيه كلمة الحق اللي ما تعجبكمش واللي ما تقول وهيش النسي الكل واللي خايف على خبزتو في الاعلام ما يقول هيش يبدأ يبندر بنديري ها بنديري لشكون للكسيكسي خطر الكسيكسي من حزب النهضة ياللي ما تخافوش ربي الزوز كيف كيف والمفروض الزوز يتحاسبو لهذيك ولهذيك واحدة احسن من واحدة هذيك جالت بندية وكلو شاراتو هي اللي بدت العين وبالعين والسن وبالسن والبادية وأظلم هي البادية هي اللي بدت بالسبان لخرى جاوبتها ومن اول نهار ما حبتش تقدي اليمين داخلها بش تعمل بالبلا في المجلس عند هادي زوبجيكتيف في راس هتحب تعملهم كي سيدي كي جوادو الكلكم عندكم في روسكم والكلكم داخلين للمجلس لأهدافكم والكلكم داخلين للمجلس لزوبجيكتيف متاعكم والكلكم عملتو خطاب انتخابي قلتو ما ناش باش نتحالفو يليد تتقص اللي تتسلم على قلب تونس سلمتو العين تعمى ويني الكاميرا ويني الكاميرا ها لن نتحالف مع النهضة وقت اللي تقاطعت المصالح انتخبنا رئيس المجلس النواب من حركة النهضة ها وقت اللي تتقاطع المصالح توزف الشعب اللي حط صبعه في الحبار وتخبك وبالتالي اللي ما يحملش كلامي واللي ما يحملش صوتي العالي انا صوتي عالي في الحق وكيف تكلمت في البلاتو بالصوت العالي وبإيدي وقت اللي رفعت إيدي وتكلمت بصوابعي اللي ما تحبوش انت متحبوش مراقوية لا بلو بار والغلبة راي حتى نسيرة ومش رجال بركة يعني انت اقوى من الاجهزة الأمنية واقوى من وزارة الداخلية واقوى من المؤسسة العسكرية واقوى من مراقبة التاليفونات يعفو في المساعدين تفضلني مساعدين انا سأقلب بالرأي ونقول لا انت متخلفة وامثالك لا تنجم تقولي كلمتين على بعد خافة تعبدي شخص تعبدي حزب انا ما عندي ضد حزب حزب و ماني منتمل حزب وعمري ما نشدت حزب وعمري ما جيت مع شخصية سياسية إلا مع قيس سعيد بجوارحي بضوافري وشوافري دفعت عليه وحبيته يشد الحكم لانه الوقت اذاك كان لازم هو يشد الحكم سينان ريتوها كان المنعرج متاع عمدون اللي توفوا فيه الاولاد اللي يرحمهم نفس المنعرج كانت متعدية به الكارم تعتونس الوقت اذاك واضح وهذا جاعت تويكة يتجسد في مجلس النواب رئيس الجمهورية مكتف رئيس الجمهورية عنده صلاحيات ولكن صلاحيات مضبوطة صلاحيات مقيدة بش تقولولي وانتي شكون قلك بعد خمسة سنين ما يجينيش ديكتاتور واشكون قلك هو بيدو قيسس عايد ما يجينيش بعد عام ولا عمين يوالي لنا ديكتاتور لاش بنا؟ السعيك انت مش ضمن عمرك خمسة سنين لانه بالقهر هذالي عايشين فيه اشترنا بشي تجلط واشترنا بشي يمرض بالمرض الخيب واشترنا بشي يمرض بالدبريسيون واشتر لاخر بشي يحرق من البلاد واشتر لاخر بشي يحرق باذن الله ما قاعد فيها حد تونس معني كان استمرت بالوضع هذالي لكن يا عزيزي نجاوبك بالريال ما مش بالشعبوية ككلمة الشعبوية فما الظوابط قانوني مو الدستور هذالك عامامالهولكم من القصاص وبنتو مية وافضل ياسي بن جعفر ياسي بن جعفر مو افضل دستور في العالم ومو اقوى دستور في العالم ومو الدستور صفقوا عليه في الكونغرس ومو مصفقوا عليه في اندراوين وين هه الدستور؟ وين الدستور؟ وليش فيه الدستور توا يضمن لنا أو ينظم لنا اللي نحن فيه نجموا فاصل ما عنا عباقرة في القانون الدستوري أما مغيبينهم ومنهم قيس سعيد وأرجعوا للفيسبوك متاعي قديش عامين ولا قديش من عام التالي وقت اللي قلت لماذا غيب هذا الرجل في الإعلام كان مغيب أيام التنقيح متاع الدستور أيام البروبوزيسيون اللي يتعاملوا بش يتنقح الدستور وكان مغيب أيام اللي تكتب فيه الدستور وكان مش موجود في البلاتويت أيام اللي كنا نستحقوا استفتاء قصد آراء دستورية ما كانش موجود في الإعلام غصبا عليكم ولا رئيس جمهورية بالشعب بإرادة الشعب الدستور اللي موجود اليوم عنا دكاترة في القانون الدستوري وعنا ثلاثة في القانون الدستوري قادرين أنه يضبطوه بشكل لا فورا ولا تورا لا رئيس جمهورية يتغول ولا برلمان يفضحنا ويضيعلنا عمرنا يا أولادي نحن أنا قاسيدي نقول على روحي شيهمني في غيري نحن أنا كبرت والحمد لله بنتي صبية وعشت عمري والأباس والنر الحمد لله يا ربي واذوكم مش راهوا راهوا في رقبتكم دم راهوا في رقبتكم وولادي مشتت مشتت بشتحوس ماتت راهوا في رقبتكم عمر العبيدي مش هيتفرج فيه ماتش مات راهوا في رقبتكم رأس خليفة السلطاني بيت مبروك السلطاني بلوتو بيت في الفرجيدير في دار أمه راهوا في رقبتكم دم خالد اللي قعد عام كامل هو يقول راني مهدد بالإرهاب راهوا في رقبتكم جنود طلعت في الشعام بيتدفع عليكم تضربت بالكرتوش وتفجرت عليها ألغام اللي ساجوا تقصت واللي روحوا طلعت المولاها راهوا فيها راهوا دي كل في رقبتكم راه شنو اللي صار كان بوليس مكتف ريتوها الدودان اللي يقولوا بوليس مكتف بوليسية تويكة فعلا مكتفين يجي يتكلم يقولك اخويا القانون طوي عملولي طبق القانون شكون اللي قاعد يطبق فيه القانون ترا شكون اللي قاعد فيسبوك كامل اللي تسبفي عبير موسي لأنك أنت ضد شخص عبير موسي هذه كحاجة لكن أنك أنت تنقض الموقف متاع نواب في البرلمان تقول الزوز غالطين يا إعلام يا مادام يلي عاملة بلاتو ويا ميسيو يلي عاملة بلاتو وداخل في عبير موسي إذاعات والتلفزة ركبة راهي ماياش عبير موسي وحدها اللي غالطة راهي عبير موسي ومادام كسي كسي الزوز غالطين والأدهى والأمر باقي النواب كيف كيف غالطين والعالم يتفرج والمونجالة تحسب وكله متعدي من عمرنا ومن عمر تونس لكن لأنه أنتم عندكم علاقات مصلحة ولأنه أنتم عندكم دود متاع فيسبوك ولأنه أنتم عندكم ميليشيات أنا ساعة ندخل فيسبوك ونقول يا رسول الله إذا في فيسبوك ومسيطرين عليه بالطريقة ذي وميليشيا ميليشيا تحس عبير راي تطلع لك في ثواني فما بالك كان يصير شيء في الشارع اللي في الفيسبوك بشي هبتوا في الشارع اللي يكفروك في الفيسبوك واللي يسبوك في الفيسبوك واللي يمسوا بيك القاعة في فيسبوك نهارت اللي بشي يتعطاها لهم لا أردر بشي هبتوا للشارع هم أبيدهم لمجرد أنك تقول الرأي لا يا بابا ماهيش عبير موسي وحدها اللي غالطة عبير موسي والنائبة الأخرى وكل نواب اللي موجودين في مجلس النواب أنا ما نحترمش نائب داخل بملفات متع عباد وبقضايا متع عباد وهو حاطلي اللايف تحب تعمل اللايف وعملها في دارك هاني أنا هاني قاعدة بالبطنية وعملها لايف مانيش نائبة في مجلس النواب تحبني نسمعك أنتش قاعدة تقول في المجلس عنا تالفزة عنا مؤسسة عموميا نتفرجه فيكم ما شاء الله عليكم أما تعملي في اللايف الويش تحب تقولي أني موجود أنت غائب راهو الوجود مش جسدي اللي موجود مش بالبدن أنت ذهنيا غائب أنت ذهنيا في مكان لا يليقوا بك أنت ذهنيا لو جدت الدنيا دنيا لو الدنيا دنيا اللي ينتخبك ما ينتخبكش لو الدنيا دنيا لو تونس ما جايش الوضع متاحها كارثي ماديا باللي هي فيه بالوضع اللي هي فيه تويكة راهي راهو الموجودين في مجلس النواب ما ينجمش يحلم يجيه كابوس مجلس النواب في الليل ما يجيهوش حلم يجيه كابوس لأنه لا يليقوا بكاء مع استثناء بعض الأسماء مش الكل استثني بعض الأسماء اللي تستحق فعلا أنها تكون في المجلس كعبات يتعدوا على السوابة الباقي لكل باسم الثورة باسم فلاقة باسم صبايحية هنا جينا هنا عم أخويا ويقول لك علينا أن احنا في البلاتو رحبة وساحة ويعلوا في الصوت أنا قلت كلمة كلنا مسؤولين طلع لي الكرونيكور اللي بجنبي مع كامل احترامي لي وميهمنيش فيه وأنا كلمتي نقولها ورب الكعب على بابا وما أدراك نقولتها على راجلي وما أدراك مع لبالي بحد نحترم مع لبالي بحد كلمتي نقولها بكل حرية وبكل احترام أنا قلت للراجل قلت له تعرفش كل مسؤولين إحنا مسؤولين إعلامنا مسؤول سيد جاملي بشيكلني تحب صوتي ما يعليش تحبني نكش تحبني نذبل تحبني نقول آه أذيك الصورة اللي تحبوا فيها المرأة أنتم أنها تكش وتخاف وتقول لا يا باب مدامني على حق أو على الأقل مقتنعة أني على حق نتكلم ونهزه صبعي للي ما يحترمنيش نهزه صبعي ونحطه له في عينه لأنه هو ما احترمنيش مش أنا اللي بدرت بالإساءة لأنه هذاك رأي أنا رأيي جندوبة وباجة وسليانة والكيف وتطوين ومدنين وقابس وصفاقس وكل المدن ولا الولايات بأريافها غايبين في الأعلام وقت يش نتوجده نحكي على الكل وقت يش نتوجده وقت يتصير كارثة وقت يموت صغير في ويت وقت يتصير فيضانات نصندي زي فيدي ذير معناتها نحنا صناع حدث يحكي علينا الإعلام عنا برامج عمركم شي أنتم سمعتوا بيه الفيراجة ذاية وسمعنا بيه كي صار لك سيدون هذاية يا أما عندك إعلام غريد بكاون واح ويا ريتوا بكامل القلب يغطروا فاكله بطر ليتهبط الدموع يا هذاية كان صارت مصيبة يا عندك إعلام هشك بشك رقصني والرجسك وديني طوى كنت نشوف في البرومو بتاع فكرة زعايم ما عادش فكرة سامي الفهري غدوة شكون بيش يجيبوا بيش يجيبوا في الفيديو كانت تذكروه اللي تعدف اللي عملوه وقت اللي تحت الكار وتوفوا لأولاد الله يرحمهم ثم أمراء تبكي تقول ليعتنا يا ماتوا الكل ليعتنا يا ماتوا الكل المرعة اللي قالت 許 عليعتنا يا ماتوا الكل بربشوا عليها وطلعوها وبش يجيبوها غدوة في التلفز وينكم عليها قبل أليعتها هي اللي تبكي على اللي ماتوا الكل راي هي بيدها عايشى نفس الليع راي هي بالنعجد فكل هفوفة ذاك ريهية تسكن فاكلها في هوفة ذاكة ولي شافت فيها كاميونة قبلها وشافت فيها كارة قبلها وشافت فيها تعيش ثم مشيت لو اشتعليها زعيم وجبتها جايبها بشتعم بال بأس فما طفلة عملت فيديو تبكي قالت على كلها هي عندها عامين ما شافتش عائلتها وعملت فيديو وكلمتهم في التاليفون على أساس اللي هي كانت برميلي موجودين في الكار وتوفت بشوف رياكسيون تعمالها جايبينها غدو شكول لي فاركس في البأس هذا الإعلام يا أعلام البأس يا أعلام انه يصطاد في الأحداث اللي من النوعية ذايا لأنه وقت اللي مرأت وتبكي وتقولها ليعتنا يا ماتوا كل كلمتنا ذايا متاعنا متاعنا وقت اللي تبكي وتقولها ليعتنا يا ماتوا كل راهي ليعتها هي ولعت اللي جاعدة تشوفها مجدامها مطيشين في الواد أحمر بالدم شفناها مقبل في الإعلام بيش تقولولي وانتي وين افهم يلي تعلق ويلي تكتب تدوينه يلي مخك فارغ راني انا محكوم في ما حابوش يخلوني نخدم بيش تفهم بيش تفهم كرونيكاس وضلق تضيق وريدي هاني كرونيكاس نقول الكلمتين اللي حاشتي بيهم على الاقل في الوقت الضيق اللي ممكن اني نقوله خير من بلاش خير من بلاش ومواسط نوصل على الاقل اخويا العزيز قلت هالك قبله ونقول هالك اليوم اعمل تلفزة شكون انا اللي جا وعملت تلفزة وقال لي ايجي انتي انتي ايجي ايجي هاتون عطيك انا مساحة واخدمي الوحيد اللي عملها هو كرتاج بلوس سي لسعد خذر قلت له نحب نعمل مرة تونسي وبروجيك كامل سبع حلقات والهما ستة وبعد قال لي لا اخيتي بريجي بي شركة اشهار يا والدي شكون انا مشي عمل لي اشهار انا راني ما نعرف حد لا الله غالبك ها وتوقف البرنامج شتحبني منين نخلق لك انا تلفزة يعني انت زعيم كان تبعد تتفرج وتنبر ولذا الحنة العروسة وقلي جوه يعملوا لها الحنة كان كثروا الماء تجي سايلة ما تنجمش تحني بها وكان نقصوا الماء تجي شايحة ما تنجمش تحني بها يلزمها تكون معدلة لا سايلة ولا شايحة ما عدناش حنة ولا باي حاجة تتدردر لا 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 ودردرها تصفى على كلمة دردر ودردرها تصفى لانه ما حشمتوش لانه مزلتو تغنو في نفس الغناية اقسم بي رب العالمين او بقيلة بعثتلي واحدة مساج فمزوز ابنات هذي الوزيرت الصح بجاه ربي قصوه الطرف هذي وبرتجوه الوزيرت الصحة بقيلة بعثتلي ايونامي قاتلي رام فمزوز ابنات موجودين في مركز الحروق الباليغة من ضحايا الاكسيدان تنسوا بالعمل ولو عندهم دي زي سكارة ذوكم كل الناس اللي في لبدان خطر ما عندهمش كالجراية المائية تعرفوا ما وحدك يرجد برشة فرد بلاسة يبدأ مريض يلزموك الجراية اللي بالماء نقولو نحنا بش ما يطيبش بعثتلي قاتلي عربية رام طايبين رامزوز ابنات في مركز اذاك متعبن عروس الحروق الباليغة من ضحايا الاكسيدان رهم طابوا وعائلتهم ما في حلهمش باش يشروا لهم الجراري فورة فورة مشوار عرفتوا كفورة مشوار وأنسة هاي هذي طبيبة جايبت لكم مساعدات من بر من سويسرا وقفت في الديوانة يعني واحدش باش يقول اكثر عش تحبوه يحكي اكثر وتفجعوا كيقولنا لهم نظام رئاسي انا مع النظام الرئاسي انا مع تعديل الدستور هو دي جاه المرزوجي يذكروا بالخير وقت ليهبت الاستقالة متاعه من الحياة السياسية بارشة طويلة هي الاستقالة متاعه انا لفت انتباهي نقطة واحدة اياكم وتعديل الدستور وعليش ايانا وتعديل الدستور معاك انت شفنا معا ديمقراطيتك انت شفنا ما مسموك ترطور ما مقالوا عليك تاكل في القروس ولا شا اسمو ما مقالوا عليك تشرب في الحط في الشرب حشم ان يسمعوا الحمص ما مطيحولت قدرك ما والإعلام كور ما والسيب الماء على البطيخ وديمقراطيت اماريكيا وديمقراطيت اماريكيا يقول لك لا ما في البداية صعيبة طيب بعد تتنظم اخي وصلنا تسعة سنين اللي ولد ليلة 14 جانب في 2011 يقرأ في السنة الثالثة ابتدائي ولا في الرابعة ابتدائي شو شو تحبني لا ولو فما بوادر اصلاح لو فما بوادر تحسن ايه نقولوا مثال شنو المشكلة هاو تحسن القطاع هاذ انا احنا ماشيين بالتوالي شو تحبني نصبر على شنو تحبني نصبر تحبني نصبر على البركاجات البرها تحبني نصبر على تتيح القدر تحبني نصبر على الفاسد اللي قاعد يزيد في الفاسد وبقيل اسمعتوه السيد تفرجت بعثولي الفيديو متاع الانجينيور اللي جيبه حمزة البلومي يحكي لكم على جنترا اخرى موجودة بحال في سليانة كان ما خانتنيش الذكرة خاطر الفيديو شوفتوا فيت فيه اسمعتوه وقت اللي يحكي عليه المنعرج اللي صار فيه الاكسيدان اسمعتوه مليارات مليارات تونس اخذت فلوس شوية من صندوق النقد اخذت فلوس شوية هيبات اخذت فلوس شوية رايدو ولا عطتنا فلوس لها اول ما لها اخر ويني 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 الفلوس ويني ويني الفلوس شكون اللي هزها لاخدم لدينار تخنجنا فطورة الظوف ودوف وطروا اسبيطار فارغ اللي يخدم فيه خدمة ويخدم فيه اربعة واحد ياخذ فيه اربعين مليون شهرية والاخر ياخذ فيه زوز ملين وثلاثة ملين واربعة ملين فيه نفس المؤسسة فيه نفس المؤسسة واحد ما يعمل فيه شي ياخذ فيه صالير اربعين مليون واحد بيتكلم بعروق راسه بارو شوفوه فيه كدش ياخذ وينه العدل والمساوات ورئيس جمهورية يوجد فيه يقول لك المشرع يتحمل مسؤوليته مع كامل احترامي ليك يا سيد رئيس الجمهورية المشرع يتحمل مسؤوليته وانت زاد تحمل مسؤوليتك احنا رانك يخترناك وانتخبناك وضربنا عليك وتسبينا على خاطرك وتجال فينا اللي ما تجالش على خاطرك رانك يحطيناك في البلاسة هذيك لانه نحبوك تتحمل مسؤوليتك لانه نحبوك تضرب علينا لانه وثقنا فيك لأن الوضع أصبح مزري لأن الوضع راه و راه و راه و مدمر للأعصاب و للصحة الواحد معادش قادر يتحمل الواحد الشهر يدخله و يتفجع الديسامبر توا توا الديسامبر تعرفوا ما وش معناها الديسامبر معنتها ألو البنوك ألو إيجا نظف حسابك سينا مش تدخل في الكنتونسيو ألو نسألوك دو تروازي شيانس أيا وينك ركف الروج أما ليش كوني هزوه التليفون للموظفي لللي ما أخذين قروض سكانية مش السفلان اللي ما أخذ مليار و 80 مليار و 60 مليار و 120 مليار قروض لا ذاك السفلان وينجموا وهزو التليفون و يقوليه وينك ينجمني أنا و ينجمك و ينجم ذيك وذانك هاك يلي ما أخذين 10 ملاين و 5 ملاين وعرانين روتار و داخلين في الروج بزوز ملاين و 3 ملاين و بيش تبدل بنوك ترن 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 على شنو تحبني نصبر على شنو تحبني نصبر على نائب يضرب في شهرية 3 ثملين وعنده امتيازات وحصانة وكره بتهزه وكره بتجيبه دنيا وفي اللخر يطايح في القدر ويسيبه موقف أشغال هذا كان فيه أشغال موقف المجلس على شنو تحبني نصبر على كتلة كل ليلة وهي عملتلي فيديو بالبطنية ونحن في الاعتصام ولعبات تتفرجها والعالم الكل يتفرج على شنو تحبني نصبر على تونس اللي ما يخذ سمعة انها بلد الفساد حتى كان جاي واحد بش يستثمر يقطع على شنو تحبني نصبر على مطار تونس كرتاج اللي من اللي تهبط منه تخرج تلجم رمه في وجهك تتفجع أنا كان مش تونسية ونهبط لبلاده في مطارها ونالجم رمه في وجهي في المطار تنقولش هالبلاد هالحرفة هذي اللي أنا جايتها ايه نقولها هاي نقولها خطرة ديك اول اول عيني ما بشتح عليه علشنو تحبني نصبر انتم كيتسافروا وتهبط من المطار وتشد الديوانة بشتطبع لك الباسبور وتخرج من الديوانة شايفينها الحالة اللي يخدموا فيها الديوانية الظروف اللي يخدموا فيها الديوانية وتحب الديواني ما يكشلكش في وجهك وما يكرهش روحه وما يعافش روحه لكلها عايفة لانه سيتونشان واحد يأثر في الاخر واحد يأثر في الاخر ابدا من المطار وانت طالع مالسيركولاسيون الكياسات المكسرة نظام رئاسي انا نتمنى انا حرة انا حرة نتمنى خيانك يقولت نظام رئاسي معنتها ولا نظام رئاسي وخيتي انت تخافي انت تخاف وامورك دب الراسك ما يعلى بال انا نشوف انه الناس تحكي معايا في المدن الداخلية راهي الناس اتقرت فدت يقولك انا ما عاد عندي ما نخسر تعرفش منش كون تخاف تعرف ما ومنش كون تخاف تخاف من اللي ما عاد عنده ما يخسر الشخص اللي ما عاد عنده ما يخسر يقولك علي وعلى اعدائي قبل صابر على امل بش يخط دكتوراه بطال واحد سيزيان ابتدائي ولا ما نشعارفه انا شنو النيفو متاعه يضرب بالكف تحبو يصبر قطاعنا اعلامي اعلامي صحافي خريج خريجة لبسي انا ما نش خريجة معهد الصحاف خريجة معهد الصحاف قاعدة في الدار وبعلوش قالك نحن من النخبة نحن النخبة بعلوش وميقالو راو تقول واحد مش يند مش يقولي الاعتناية 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 قاسة منبي ربي يقولها من القلب القلبة كلمتها الاعتناية صحافية ولا صحافي ها قاعد بطال ويوصل يهز تليفون بش يتسلف بش ياكل مش بش يلبسه ربما نحكي في حقائق قصائرة موجودة بدون ذكر اسماء بيانسور و تلعب بالاعلام ولا يلعب بالاعلام لعب وما يخدمش على خاطره ما عندوش سفلان وسعلتان اللي دفع عليه وبعلوش وميقالو وهاك الشرلة اللي قاعدين نشوفوا فاهم سواء هنا ورانيا تومي هاي هاي في نفس القناة وفلان وعلتان يضربوا يسرعوا في البرامج هك وتقول لي أصبر وتقول لي أصبر عشنا وتحبني نصبر عشنا وتحبني أنا واحدة من ناس أربع سنين وأنا ميكلة لكلات من اللي يسوي ولي ما يسويش من جمهور ساعاتي سب ولا على بالي فما كلمة نقرأ ونتعد ولا تهمني ومن مسؤولين سكروا علي المنافذ الكل ياخي بوطلهم الفيسبوك وكانوش ينتظروها ها ومن أصحاب الباتين دات فما إعلام فما أنا وقت اللي تم تم تصوير المرة اللي فات قلت لكم عليها دي جا تدور من مدرست هنشير لبقر 2019 خدمناها نحن 2009 أيام بن علي ما هو بن علي الدكتاتور ما هو أنتو مش حابين تفهموا إلي راه الدكتاتورية نظام مش إنسان مش شخص مش بني آدم راه الدكتاتورية نظام سير كوية كامل النظام مزال ما هو بن علي الدكتاتور عام 2009 أنا قدمت برنامج الحقيقة من مدرست هنشير لبقر في الجسري 2019 تصوير تدور على وسائل التواصل الاجتماعي من هنشير لبقر يكنوا في الكاسكروتات مغفصين بالهريسة شنو لي تبدل هاو مش يا بن علي بيش تقولولي فت عشر سنين من بين اللي أنا الوقت اللي عملت أنا برنامج الحقيقة حلقة هنشير لبقر للي هبطت التصوير عشر سنين شنو لي تبدل هاكي في الحرية ها للا هاكي في الديمقراطية أميما عم طلعوا 46 روح فكار روحوا مفاتفتين ما وصلوش حتى لديارهم باحترام في دولة ما ركبتهم مش فكراها بمسكرة لايقة ودخلتهم لديارهم روحوا يقطروا بالدم هاكي في الديمقراطية أميما شا اسمها مريم مهال قذقاذي اللي ماتت اللي توفت في فرنان الله يرحمها هاني تنحت اللوحة اللي تعاملت باسمها فوق المدرسة تنحت علش على خاطر القانون وخاطر فما إجراءات لازمها تتعمل قبل هاكي في الديمقراطية أميما للعنكوش هاكي في الديمقراطية والحرية اللي يقول الحق واللي يوجع واللي يجي على الجرح ويرص ويقول هاي الدمالة وين هاي الدمالة يولي شعبوي شعبوي ويولي ما يعجبش ويولي مدعوم احذروني أنا راني مدعومة ورايا شبش نقول لكم شي كبير واليوتيوب راي فلوس ما هي فلوس بدليل هاني معاكم توا في اللايف أنا نهار أنا حليت لايف من اليوتيوب الحل كان من الفيسبوك ومن الكونت بيرسونيل متاعي فإذا أنت مجراب ومرافق كتنخسك راومش لكل كيفك وإذا أنت أنا ضد العنف ضد الديكتار ضد اللي تحب عليه لكن مع هيبة المؤسسة الأمنية ومع هيبة المؤسسة العسكرية ومع هيبة وزارة الصحة ومع هيبة وزارة التعليم مع هيبة الدولة الدولة يلزم يكون فما دولة واللي نشوفه فيه نحنا في مجلس النواب ونسمعه فيه في الإعلام التونسي يبيح لكل تونسي إنه رهو رهو القانون مش معنتها يلزم تترع مش معنتها تدخل للحبس القانون مش معنتها إنك تتكلم يدخلوك للحبس مش معنتها إنك تتكلم تتعذب كما كانوا قبل جماعة النهضة ولا الاتجاه الإسلامي هم بيدهم جماعة النهضة والاتجاه الإسلامي يشوفهم أنا ما عاملين فيديو أسمعوا الفيديو اللي عاملوا الهنتات هم بيدهم ميكرين بعضهم داخلين في بعضهم هم جايين تلوموا علي أنا كنقول كلمة الحق نقولها كلمة الحق وقصة من بي ربي على قطعان الرقبة على قطعان الرأس لأنه البلاد هذية إذا كان فيها إعلام ومجلس نواب يرقص هكاكة وعليش تلوم في الشعب أنت تمشي في الشارع يطيح لك قدرك علش تتستغرب وتتصدم وقت اللي تسمع اللي واحد تغر واحد على بك ودخاء وعليش تتصدم وقت اللي تتسمع اللي مرأة ركبت في تاكسي وحول لها وجهتها ومشي عمل فيها عمال خايبة علش تتصدم اليوم وقت اللي تعرف اللي قضية ذيكا اللي بني اللي حبلنا لكلنا وبكينا وتلافز تغطي وأنا واحدة من ناس اكتبت اغتصاب والجدة مسكينة ضربوها قتلوها ووقفوا فيها أمني ووقفوا فيها دي كلاش اسمها متاع قبلات هي البلاسة ولا حاجة هكا والله نسيت اسمها البلاسة هاكا طلعت الطفلة هي اللي قتل طمها وجداها هاكا طلعت الطفلة عذراء لم تغتصب ولم تلمس مانا كلنا تعطفنا وكلنا بكينا وكلنا طرنا ريتوا عليش القضاء لازم يرجع ترجع هيبة القضاء ولازم يتنظف القضاء من الفساد اللي فيه بشهادة من ينتمون لنفس القطاع ريتوا عليش الأمن لازم يرجع قدر الأمن بشي نجم يقوم بأبحاثه في كنف القانون هاكا طلعت هي اللي قتلت أمها وجداها بجينا نقرأ فيه الأخبار مفهمت شاي مفهمت شاي تقسم بالله توقفت حواسي لكل الطفلة اللي نوحنا عليها بكينا عليها الجدك اللي عينيها زرق مسكين الله يرحمها والأم اللي ماتت من غدوة طلعت الطفلة هي اللي عاملة العمال ولكلهم بعد مش الطيش تروحها في الفوس يقعد تنهارين اللي يلقوه تستغرب من الإجرام هذا اللي وصلنا له وانت عندك إن كان ربه البيتي بتدف يضارب تلوهم على الصغيرات يرقسوا تلوهم على الصغيرات اللي يرقسوا تلوهم على العنف اللي في الشارع العنف يتفرجوا فيهم تفرجوا فيه في المسلسلات يتفرجوا فيه في البرامج يتفرجوا فيه في المجلس يتفرجوا فيه بارتو هاني نبدأ أنا من روحي أنا نتمنى نقدم لي ميسيون بتاعي أو الكرونيك متاعي هادئة نوصل للفكرة متاعي بكل هدوء ما يخلوكش أنا قلت والفيديو موجود لا حبيت نعلي صوتي ولا حبيت نتنرفس أنا قلت كلنا مسؤولين السيد ما عجبوش كلامي نجاوب وقتها اضطريت لتعليت الصوت بش نتسمع لأنه وقتها إذا متعليش الصوت متتسمعش لأنه توا ولت بلاد الجبي جبي شكون يعلي صوته أكثر شكون الباندي أكثر صبابة ولت باندي نعم شكون الباندي أكثر في البلاد علش خاطر ما فهم ماش قانون على خاطر المجال ولا لكل لأنه الممثل ولا إعلامي مع كامل احترامي لك يا جعفر الجاسمي مع كامل احترامي للي يخدم وممثلين وفي نفس الوقت يقدموا في برامج ما نقصد حتى اسم أما راه أوفر تعرفوا اللي يقولك مات أوفردوز أوفر إذا كان الممثل يخدم إعلامي وإذا كان المحامي يخدم طبيب وإذا كان الطبيب يخدم قاضي وإذا كان القاضي يخدم معلم وإذا كان المعلم يخدم فرملي وإذا كل واحد يخدم خدمة الآخر باي باي أما لأنه نحن إعلامنا باتين دات وقانوننا باتين دات ومجلس نوابنا باتين دات وصفقات واتفاقات وقسمة وزارات ومصالح وتعطيني نعطيك تغطي علي نغطي عليك وشعبي يتبع ساكت ويسب اللي يقول كلمة الحق ويكفر اللي يقول كلمة الحق ويربط اللي يقول كلمة الحق بأسماء أحزاب معينة وتعليم ضايع وصحة ضايع شنية منتظر شنوية منتظر اللي ما يوجفش وما يسئلش وما يتسائلش وما يترحش سؤالش كبروا ويقول الفلوس اللي خذتها تونس كهبات وكقروض ووين مشت مش تقولوا لي خلصوا بها الموظفين اللي دخلوهم اللي ينتدبوهم الفلوس اللي يخذوها تبني تونس أخرى تبني تونس بجنبنا نخرجوا كلنا من ديارنا ونمشوا ونسكنوا في تونس جديدة ويني ما فهماش الأحزاب شكون اللي جاعد يصرف عليها ومنين منين الإعلام شكون اللي جاعد يصرف عليه ومنين علاش الموضة هذية متع اعتماد الممثلين إعلاميين من قلة الإعلاميين اللي عدنا؟ علاش التركيز على نفس نوعية البرامج كوبي كولي اللي بعده اضحك معنا فكرة سامي الفهري دي ملاباس نفسه نا كوبي كولي كوبي كولي ماكم قلتوا دبرت خدمتا وتسكتا ما نيجي عانا ثلاثة رجالة في حياتي ثلاثة صناديد ثلاثة كتاف عشكون نغضب علشكون نرضى بابا تاج راسي خوي عضي لي مين؟ وراجلي عضي لي سار عشكون نرضى وعشكون نغضب ما نتشريش وما نتباعش وما نقلبش في استات وكلمتي نقولها واللي يحبني يحبني كيف ما أنا واللي يكرهني يكرهني كيف ما أنا أنا هكا أنا هكا والشعب أو الجزء من الشعب اللي يصنع من إعلامي بسطيله والورقة مصحح جدام بنعلي مصحح جدام بنعلي مناشد باش يزيد يترشح مندق أخرى ويتعيت اسمه في البوق فلانة لفلانية وتطلع والجمهور يصفق وتصحح هو نفس هالجزء من الشعب اللي اليوم عامل منها بطلة لأنها كيف ما ناشدت وباعته ترحل بنعلي بايعاته طوى للنهضة إي 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 للنهضة بايعاته للنهضة من الكرونيكار من الضيوف من المواضيع المطروحة من دزان أنا مناشد تاترة وإذا أنتم الكلمة ذا ما تنجموش تقولوها أنا نقولو وإذا أنتم الكلمة ذا يرزن فلساناتكم أنا ما يرزنش فلساني أنا نقولو مع لا باليش وذاك علش في يوم من الأيام قلت الصور لا تجتمع لأنه نعرف ولي قاعد يقول فما واحد مهبط لي فيديو اسمه إن كنت ناسي أفكرك بش بش يفكرني برأيي في الجزيرة هي يا ولدي قلتها لكامس واليوم وغدوة الجزيرة خطها التحرير يراني إذا أرى وكي نقول أنا الجزيرة خي أنا بالك اندرشكوني أنا ممكن نقول كلمة النس تباح رأي من ضمن الآراء الغالطة صحيحة يا سيدي أنا غالط يا ما ذكى رأيي غصبا عليك تحب تذكرني ماشي في بالك أنا اليوم مش نقولك الجزيرة صحيحة لا يا بابا غالطة أيام الثورة بوعزيزي وقت إيش تحرق قال الله يا رحمه مش قامت عليه ثورة وقت اللي تحرق من بعد الثورة لليوم جديش من واحد تحرق حي وميت جديش من واحد صبع روحه ليصنص وشعل ومات وجديش من واحد تحرق وهو حي تحرق بالغزول وبالقهر وبالظلم وبالحجرة وين هم في الجزيرة توجدوا في الجزيرة حكيت عليهم الجزيرة كيف ما حكيت على البوعزيزي أيام البوعزيزي وأيام الثورة تاك 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 يوميا 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 محبة فيلون عينيكم غايظينها أنتم يا توانسة لأنها تحبكم تعيشوا في الديمقراطية أنا طرحت السؤال حينها وأطرحه الآن إذا كان فما حصاد مغاربي علش ما فماش حصاد خليجي وين العيب في السؤال ذا وين سبق فما سبق وين سبق بيش تقولي إن كنت ناسي أفكارك تفكرني باش باش بش تفكر الكورة الأرضية يعني أنا حفظاته كلامي الكورة الأرضية شعار قناة الجزيرة فيها تونس أكهو شفت أنا كلامي هذا هو كلامي وين السبق شبيهه شفتكش مضطر تذكرني وكتب إلي تحب وعمل إلي تحب وتفجع كيف ما تحب؟ أنا مسؤولة فقط عن نفسي واللي عاش بو كلامي واللي يشوف أنه فعلا هذاك هو الحل بش ترجع للدولة هيبتها إحنا هنا تكلمنا وهنا أخذينا حرية أنا هي الإعلام حر أنتوا تشوفوا فيه وكان جاء الإعلام حر راني أنا هاني نعلنها أنا نعلنها لللي تبع فيها الكل واللي بش يوصلوا الفيديو والكل عطيني بث مباشر عطيني برنامج مباشر أنا اللي نختار فيه الضيوف وأنا اللي نختار فيه المواضيع وفي المباشر طيب وقتها نقول حرية إعلام طيب وقتها نقول الإعلام حر ويدخل الشعب الجمهور بالتليفون ونجيبه المسؤولين ونحكو في المواضيع اللي يتهم الناس وفي المواضيع المناطق الداخلية وفي ملفات الفساد وفي الأسماء اللي تحكم في البلاد آما في المباشر عطيني سوعتين من تلفزتك في المباشر طيب نقول الإعلام حر أنت طيب شايفوا إعلام حر تذكروا المعتمد متع سليانا تذكروا المعتمد اللي أنا سمعتكم التسجيلات الصوتية اللي عطيها لي نائب الشعب مش أنا اللي جبتها اللي عطيها لي نائب الشعب اللي يحكي على أكل فيه لما ذاك متع سليانا واللي كليت على رأسي فيه ومشوش كوبية لا فدي جاء القضية طيب في المحكم لا علينا مش مزييك مش جابت مراسلة تتكلم باسم معتمد سليانا وتكذب فيها على لسانه لأنه ما ينجمش يتكلم إلا بترخيص من الوزارة اللي هو يرجع لها بالنظر باه مش موقع نسمة هبط تكذيب لمعتمد سليانا لي أنا معناه وليدك أني أنا مصدر المعلومة وقت اللي أنا كنت ناقلة للمعلومة يعني هما حتى بشي فرقوا بين مصدر المعلومة وناقل المعلومة ناقلوا الكفري ليس بكافر معناه أنا جاعدا نذكر ببديهيات مش موقع نسمة كذبني مش برشة مواقع كذبتني اسمعتوشي قريتوشي في أي بلاسة إنه تم عزل معتمد سليانا كتبة موزيك مادام جيهان اللي نحترمها ونقدرها وكل حاجة في بلاستها عديتيني أنا في الراديو متاعك في برنامجك بعد ما تم عزل معتمد سليانا قلتي رو تم عزل معتمد سليانا سليانا الشمالية والجنوبية هسي الوذاك اللي حكينا عليه وقتها خطر أنا راني نثير الموضوع ونتعدل إنه ما عنديش مشكلة مع الاسم والله العظيم لا عندي حتى مشكلة مع الاسم أما بورفو دير اللي راهوا الإعلام حر كذبة كذبة كبيرة كذبة كبيرة كبيرة كما البارح بعثين اللي قالشنية توجيه توهم إثارة البلبلة وإشاعة أخبار زيفة للمدعو يوسف بن سالم الملقب بشو شو صفحاته الكلة والمواقعه الكلة والدنيا الكلة كاتبها الاخبار هذايا وقت اللي يموحى مينو ما هوا مش كاتبينو شو تحب تقول إنت وقتها؟ شنو تحب تقول للعبات؟ شو قوين تحب توصل للعبات؟ بالمعلومات الغالطة والكاذبة متاعك؟ جاعد تصور في شكون على شكون تصورتوه أنت تعرف مداح حساسية موضوع الورداني وقت اللي يتهبطوا تقول إنه السيد هذايا توجهت له تهمه وأخبار زيفة وكاذبة واللي واللي قلتوه الكل مش صحيح وآنا كنقول مش صحيح مش خطر عندي مصدر لأنه موحامينو اللي يتكلم موحاميه اللي يتكلم في وسائل الإعلام هو أول واحد كان ممكن يكتبوا لخبار هذا لو كان وجه صحيح وبالتالي اللي عايش فيه كذبة الإعلام وحرية الإعلام وحرية ونحن عايشين في الحرية ويحبوا يرجعونا للديكتاتورية ونحن عايشين في الديمقراطية والأزلام وأزلام النظام يحبوا يرجعونا ويحبوا يخرب بيتك زلمة أش كبرها زلمة جدكة زلمة من أزلام الأزلام يا اللي ما تخافش ربي زلمة أه جدكة ترتع عليك وعملها تيش في جراسك وتبرتاجي وتعاود وفلان الفلان الفلاني 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 أخي جوهر بن مباركة الجوهر بن مباركة الأستاذ الجامعي أذوكم تدوينات يكتبهم على عبير موسي بغض النظر أنا 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 جديش ننقض في سيوسف الشاهد عمري كتبت سبة سلبة واحدة شتيمة مستحيل مستحيل وكاني عرضني في يوم من الأيان عرضتني وزيرة الصحة سلمنا على بعضنا بالوجه وقلت لها راني نهار كامل ننقض فيك في فيديوهاتك ومسجر راني والله العظيم بش نحبطه لكم غير تاليفوني لاخر بش نعمل معناها من تاليفون لتاليفون ما عنديش دوبة يرجع لي مكسر دوبة يرجع لي التاليفوني هما تسجيلات هنا عندي في تاليفوني هذا ما بش ننقلهم ونسمعكم ما عنديش لاباري الأخرى وتوتا سمعوها قلت لها أنا راني دي ما ننقض فيك قلت لي وانا نتبع في لايفاتك الكل وعندك الحق فما فرق استاذ جامعي تكتب كلام على بالطريقة ذيك يعني اش معنتها يعني شنو عبير موسي ظلمة عبير موسي من أزلام النظام عبير موسي تحب ترجع الديكتاتورية عبير موسي تحب تعفص الديمقراطية والحرية عندك ظلمة شكبرها مناشدة مصححة بالعين الصحيحة رجعتها اليوم بطلة وقاعد تتحاور انت وايح ياسي جوهر بن مبارك قامس في الايام كتبت تدوينة هاي عندي لتو اش كبرها في قيس سعيد الهولامي الالالالالالالالالال بقدرتي قادر أصبحها مرشحك الأول والأخير فشكون اللي يقلب في الفيستات شكون اللي يقلب في الكبابت شكون اللي كي أرجع بيا أنت أنا دخلتلكم لتونس 2009 أخر 2009 أرجعوا بيا من 2009 وانتو مجايين كي تلجوا كلمة تبدلت ولا موقف تبدل ولا حرف تبدل أعملوا اللي تحبوا وقولوا اللي تحبوا أما من فراغ أنت لست في إعلام حر انت لك في اعلام حر ولك في دولة حرة ولك تمارس في ديمقراطية ولك عايش في مساواة ولا عندك مسؤول يحترمك ولا والي يحترمك ولا معتمد يحترمك ولا اداري يحترمك ولا نائب يحترمك ولا عندك قيمة لانت حي ولانت ميت اليوم وانت حي هكشفت اللي مات وندادك واللي اصغر منك واللي اكبر منك هكشفتهم كيف يشرجعوا لديارهم ابنات ابنات عامل هادي اللي موجودين في جلمة اللي توفوا ثلاثة بنات ثلاثة بنات من عينينا يجبدوه نهار القيامة من عينينا مخرجينهم من داربيهم في جراري الجنازة النعش ما هوش مطلوق البنات جثمينهم مغفصة في الجراري لانه ما عندهمش امكانيات جاي انت تتكلم عن الديمقراطية والحرية وقلي انت تموت ان شاء الله ربي يحفظ الناس ولكل اما الموت حق اراهو هذاك اللي لو صار فيك اكسيدون ولا تضربت اللي هو معنتها انسان ما يعرش على روحه شنو اللي يستنى فيه اراهو ذاك اللي يستنى فيك كيما شفتهم هما كيفش تدفن وكيفش طلعوا من شارنيكول وكيفش طلعوا من المارج وكيفش مشوا لديارهم وكيفش هبلوا مماليهم وكيفش معبرهم حد اراهو انت اذا ده بشي يصير فيك نفس الشاي فكذبة الحرية والديمقراطية ما فاماش طانك ما فاماش مساوات وطانك ما فاماش هالتمييز الايجابي يا بربي تنهزكم الفرنانة الفرنانة اللي صورت فيها 2009 هي فرنانة متاع 2019 هي اللي صورت فيها الحقيقة هي اللي صورت فيها ناس الخير هي اللي جاعدين يصوروا فيها التو تكذبوا على من عشكون ولأ وتحب تويكة تزيد تكمل فش هلخ لع فاللبان إذا عبير موسي مصرة على الاعتذار نحنا كشعب بش نطالبوا مال إذا عبير موسي اللي تجاللها كلوشارة وباندية مصرة على الاعتذار نحنا أو اللي كيفي اللي مش كيفي ما نيش نحكي عليه اللي يضحك واللي يستهزق والسطحي والبيدونة واللي مخها في الظوافر وفي الشوافر وفي الشعر وفي اللوك وفي اللبسة واللي مخه في التبزنيس وفي الخرم الزايد متاعه ما نيش نحكي عليك انت على جنب تكي 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 على جنب مش ني معاك نحكي عليك جملة واحد اللي يتبنى مش كيفي فيه اخطاء صاسي سور اما على الاقل يتبلى اللب لب الموضوع كونسابت الحكاية مكش في ديمقراطية ومكش في حرية انت في حاجة اسمها تطيح قدر انت في حاجة اسمها محسوبية انت في حاجة اسمها الغني زاد غناء جال هاي لكم عامل هادي اللي يحفظوا ويصبروا على بنياته جالكم اللي سوريته مجطعة يتعدوا يزيدوا يجطعوا هالو واللي لا بالسورية يزيدوه فوق سوريته سورية لخص وبولوا لايد اللي من جلمة لا يرحمه يعذرني اسمه مانيش حافظاته اخر كلمة جالها حسبي الله ونعم الوكيل بروا هاك الكلمة دي كاش بش نخلصها ونقول نخلصها خطر الكلنا مسؤولين خطر الكلنا باسم الحرية والديمقراطية والمش عارفة شنوه طي طاح لقدر احنا تونس عبارة على عائلة وطاح فيها لقدر عرفتك اللي لقى لقدر الخو الكبير والاخت الكبيرة والسيدي انا بابا عندي عماتي لتوا يقولوا لبابا السيدي وروا كبر منها تلجيه بعام ولا عامين تقولوا السيدي اه اه اطاح لقدر اقل شخص يتيح لقدرك اقل شخص يظلمك اقل ستة شهر نحاربوا على جثمين اه سعيد العليبي هذي دولة تحترمك هذي دولة تحترمك ستة شهر وتبعث من غير اوراق من غير مضمود فنيه من غير اوراق من غير اوراق تفنيه من اللي انو ما جدش لوراق تبعثت لوراق نهار لاثنين ولت البارحين نهار لاثنين اذي جابوا هيا لها مركز الامن مشكورين تحية لهم كي وصلت لهم لوراق من وزارة الخارجي وصلت للمركز في المحرس فهزوا الوريقات الامو اللي هو مضمون الوفاة بيش طلعت له حجة الوفاة وتويكة امور القانونية مريقلة يعني وقلي انا قلت ياسي فلان لفلاني في وزارة الخارجية راولتوا ما وصلوش المضامين ثلاثة ايام ولا اربع ايام جدت في الحقيبة الديبلوماسية المضامين وتبعثوا للمركز متع المحرس والاعوان اللي في المركز المحرس يرحم والدين والداهم ما كلموهش في التاليفون قالوا لها اجي هزي وراقك هما هزولها لوراقكم شو لها للدار كي وصلولها فاذا انت عايش في كذبة اسمها ديمقراطية انا اخويا العزيز عايشة في كذبة اسمها حجرة واسمها محسوبية واسمها الغنيس تكرش والفقير استضعف وانا مع نظام رئاسي ودردرها تصفى تصبح على خير